قام مجموعة من الطلاب بالتسجيل بإحدى الجامعات في شمال المملكة العربية السعودية حيث أن الدراسة هناك أسهل وسكنوا في مسكن قريب من جامعتهم وبينما أحد الطلاب يتجول في القرية لفت انتباههم رأة كبيرة في السن ترعى غنمها في الصباح لتعود إلى منزلها المتواضع في المساء رق قلب الطالب لحالها وسأل أهل القرية عنها وأين أولادها فأجابوه أنه ليس لها أحد في هذه الدنيا وفي يوم من الأيام اقترب منها وألقى السلام عليها وبعد أن ردت السلام سألها عن حالها وأمنيتها في هذه الدنيا فقالت أتمنى أن أرى الحرم المكي والمدني وأرزق بعمرة وحج لكني لا أستطيع لأنه ليس لي محرم يسافر معي ذهب الطالب إلى سكنه وهناك أخذ يفكر في أمنية العجوز وتذكر جملة طالما كان والده يوصيه وإخوته بها اقضي حوائج الناس واذهب دون أن تنتظر شكرا منهم فالخير سيرد إليك لا محالة لذلك جاءته في الليلة فكرة بأن يتزوج العجوز ومن ثم يذهب بها للحج والعمرة وبذلك يكون قد حقق لها أمنيتها وبعد أن يعود يطلقها وفي الصباح ذهب لشيخ جليل وأخبره بما أراد فعله فأجابه بأنه فعل الصواب وطلب منه أن يخبر العجوز فإن وافقت تمم لهم الزواج ففعل الطالب ووافقت العجوز وتم عقد القران ثم ذهب بها إلى مكة والمدينة وتركها حتى طابت نفسها فأدت فريضة الحج وأدت عمره وبعد أن عاد أبلغها أن مهمته انتهت ويريد تطليقها فقالت له دعني على ذمتك واذهب حيث ما شئت لا عليك تركها الطالب وبعد أن انتهت دراسته وأراد أن يرحل إلى مدينته أخبرها بأنه راحل إلى مدينته دون عودة وأنه يريد أن يطلقها فأجابته لا تفعل واذهب حيث ما شئت ذهب الطالب إلى مدينته دون عودة ولم يطلق العجوز وبعد مدة وبينما هو بأحد مجالس الشباب جلس أصدقاؤه يمازحونه ويسألونه عن العجوز فأجابهم أنه لا يدري عن أمرها شيئا ثم حدثته نفسه أن يزورها وبعدما وصل إلى قريتها سأل عنها فأبلغه السكان أنها قد توفيت فحزن عليها فسخر سكان القرية منه وقال له إن كنت تريد ميراثك منها اذهب إلى منزلها لتحصل على بقايا أغراضها القديمة ذهب الشاب وهناك وجد حقيبة صغيرة تحتوي على ثيابها وبينما هو يتأملها إذا بورقة صغيرة تسقط بين يديه فقام الشاب بفتحها لعلها وصيتها ففوجئ بأنها ورقة عقد أرض وريثتها من ابن عمها وهذه الأرض تقع على شاطئ جدة فأخذ الشاب العقد باعتباره الوليثة الوحيدة للعجوز وذهب إلى الأرض ليبيعها فوجدها بأغلى ثمن وهناك باعها بثلاثة ملايين ليعود وكله فخر بما قام به من أجل تلك العجوز المسكينة دون انتظار مقابل وقال صدقت يا أبي في نصيحتك وسأوصي أولادي بها اقضي حوائج الناس واذهب دون أن تنتظر شكرا منهم فالخير سيرد إليك لا محالة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا سيدة توفي زوجها التاجر وترك لها ثلاثة أطفال أكبرهم عمره عشر سنوات ولم يترك لها إلا القليل من المال وأثناء مراجعة أوراقه وجدت أن له دينا عند أحد التجار بمبلغ عشرة آلاف جنيه فذهبت إلى أحد المحامين وقدمت له أوراق زوجها فذهب إلى المحكمة واشتكى هذا التاجر الذي تم استدعاؤه أمام القاضي وقد شعر القاضي من أول نظرة بأن هذه الأوراق لا تعتبر بينة أو إثبات أو دليل إدانة للتاجر إلا أنه تعاطف مع هذه الأرملة عندما شاهدها وشاهد أبناءه الثلاثة وفي الجلسة الأولى حضر التاجر فقربه القاضي منه وقال له لقد توفي زوج هذه السيدة وترك هوا هؤلاء الأيتام ولا شك لديك أنك ماض إلى ما مضى إليه وأنك معروض معه على الله عز وجل الذي سيسألك عن الدين الذي عليك له وهو أعلم بما أنتما عليه ولا تخفى عليه خافية والذي يخلصك من عذاب الله لك في ذلك اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار هو قضاء ما عليك من دين الآن فماذا تقول في دعوة هذه السيدة؟ فكر الرجل قليلا ثم قال أمهلني إلى الغد لأراجع حسابي مع المتوفى لمس القاضي في هيئة التاجر ولهجته أنه رجل على خلق ودين فقال له نلتقي في الغد ولكن في بيته وليس في المحكمة وفي الغد ذهب التاجر إلى القاضي في بيته فواجد الأرملة وأبناءها الثلاثة ينتظرونه فقدم لهم خمسة عشر ألف جنيه بالزيادة خمسة آلاف عن المبلغ المسجل في الأوراق وقال للقاضي ربما لم يسجل زوجها الخمسة آلاف الأخيرة في أوراقه بكت الأرملة وغلبتها دموع الفرح ورفعت يديها بالشكر الحار إلى الله عز وجل ثم لهذا التاجر الأمين وعادت إلى بيتها في سعادة كبيرة وبعد ثلاثة أيام وجدت الزوجة أوراق أخرى في مكان آخر تدل على أن التاجر سدد ما عليه فأسرعت إلى القاضي في بيته وقدمت الأوراق الجديدة فاتصل القاضي بهذا التاجر وطلب منه الحضور إلى بيته وعندما وصل التاجر لاحظ الجميع علامات السرور والفرح على وجهه فابتسم القاضي وسأله ما قصتك أيها الرجل التقي كنت تعلم أنك سددت ما عليك من دين لزوج هذه السيدة ومع ذلك لم تخبرنا وقمت بتسديد المبلغ وزيادة فما الخبر قال التاجر أقسم لك أن المبلغ الذي قمت بتسديده كنت أجهزه لإجراء عملية لابنتي الصغيرة التي كانت في حالة خطيرة وعندما حضرت إلى بيتك لتسليمك المبلغ كان هو نفس اليوم المحدد لإجراء العملية ودفع المبلغ الذي سلمته إليكم وقد تذكرت حديث رسولنا الكريم حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع ثم دعوت الله بخالص أعمالي وقلت له أنت تعلم أن هذه السيدة وأبناءها أحق بالمبلغ الذي معي وأنا أطمع في شفائك لابنتي وأنت القادر المقتدر وبالأمس فقط أجرينا لابنتي بعض التحاليل وأشعة جديدة وكانت دهشة كل الأطباء عندما وجدوها قد شفيت تماما ولا تحتاج لإجراء أية عمليات فحمدت الله تعالى وقضيت نهار اليوم في صيام وطوال اليوم في قيام ولن أسترد ما أعطيت وإذا محتاجت السيدة أية مساعدة فأنا تحت أمرها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون علياء فتاة جميلة ولكنها كانت مغرورة بجمالها وغير ملتزمة تعيش الحياة دون تحمل مسؤولية ودون الاستماع لنصائح الآخرين عكس أختها الأكبر منها التي تراعي الله في كل تصرفاتها تمت خطبة أختها لشاب ملتزم تقي وكانت علياء تتعجب منهما أيام خطوبتهما عندما كان يأتي هذا الشاب لبيتهم ويراجع مع أختها ما حفظته من قرآن وأحاديث نبوية أو يسمعان سويا قصة من قصص الأنبياء أو الصالحين ويكتبان الفوائد من هذه القصة كانت علياء تسخر من أختها وتسألها أين السعادة التي تعيشينها في هذه الفترة أين التنزه والتنقل من مكان لآخر فكانت أختها تبتسم وتقول لها أجد السعادة الحقيقية في تقرب إلى الله وإرضائه وأحمد الله على وجود خطيب في حياتي ليأخذ بيد إلى الجنة تزوجت الأخت الكبرى وبعد عامين تمت خطبة علياء لشاب كما تقول عصري يستمع للأغاني ويشاهد الأفلام ولم يطلب منها ارتداء الحجاب ولم يهتم بنظرات الآخرين إليها فكانت تفرح بعدم نخوته وترك الحرية لها لتفعل ما تشاء حتى جاء يوم وأثناء دخولهما متجرا كبيرا للتسوق وقفت علياء أمام السلم الكهربائي ولم تستطع الصعود خوفا من السقوط لأنها لأول مرة تتعامل معه فوجدت خطيبها في حرج كبير وغضب شديدين يصرخ فيها لكي تصعد وتزاحم الناس وراءهما يريدون الصعود وخطيبها ما زال يصرخ فيها ويقول لها ما هذا السخف لقد فضحتني أمام الناس كيف لفتاة بهذا الحجم تخشى صعود السلم ثم رفع قدمها بالقوة ليضعها على السلم وهي تقاومه بغضب شديد حتى وقعت على ظهرها وبكت وكل من بالمجر شاهدها وعندما وقفت على قدميها خلعت خاتم الخطوبة وألقت به في وجه خطيبها وعادت إلى بيتها في حزن شديد في هذا اليوم كانت أختها في زيارة لبيت أبيها وعندما سمعت بما حدث لها داخل المجر حاولت أن تواسيها وابتسمت لها وقالت لو كان خطيبك يحبك حبا حقيقيا ما همه نظرات الناس له وأخذ بيدك أو صعد معك عن طريق المسعد هو لا يحب إلا نفسه ولو أحبك لغار عليك ومنعك من الخروج متبرجة متعطرة فلا تندمي وحاول إصلاح نفسك وإرضاء ربك الذي رزقك الجمال والمال والصحة رغم تقصيرك في حقه وعسيانك له هذه الكلمات غيرت علياء تغييرا كليا كما تأثرت كثيرا بمعاملة زوج أختها لأختها وما شاهدته من حب وود واحترام فارتدت الحجابة وبدأت تواضب على الصلاة في أوقاتها وتحفظ القرآن وتعمل كل ما يرضي خالقها وبعد أشهر تقدم شقيق زوج أختها لخطبتها وتم الزواج بأقصى سرعة وفي أول يوم للزوجين للخروج من البيت ذهبت علياء مع زوجها لنفس المتجر وأمام نفس السلم الكهربائي وقفت تتظاهر بالخوف من الصعود لتختبر زوجها في تصرفه وعندما شاهد الزوج خوفها وواجد الناس تتزاحم حولهما ابتسم وقال للناس بصوت مرتفع بعد أن حملها بين يديه وصعد بها السلم زوجتي وتعيش لحظة دلع معي هل أتركها؟ لابد أن أحملها حتى ترضى عني ضحك الجميع وقامت علياء بلف يدها على رقبته واحتضانه بحب شديد بعد أن شعرت بأنه نعم الزوج والحبيب والسند وحمدت الله الذي عوضها بزوج يتق الله فيها ويعينها على طاعة الله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا لهيب الشمعة ذهبت مدرسة للبنات في رحلة بالحافلة إلى مواقع أثرية وذهبت إحدى الفتيات إلى مكان بعيد عن الأخريات وعندما جاء وقت الرحيل ركبت البنات الحافلة فلما سمعت تلك البنت صوت الحافلة ألقت كل ما بيدها وأخذت تركض خلفها وتصرخ ولكن أحدا لم ينتبه لها وابتعدت الحافلة فأخذت الفتاة تسير وهي خائفة ولما حل الليل وسمعت صوت الذئاب ازدادت خوفا في هذا الوقت رأت كوخا صغيرا ففرحت وذهبت إليه كان هذا الكوخ يسكنه شاب فقير فروت له قصتها وقال لها حسنا نام اليوم عندي وفي الصباح أذهب بك إلى المكان الذي جئت منه لتأخذك الحافلة ستنامين على السرير وأنا سأنام على الأرض كانت الفتاة جميلة ومن أسرة ثرية ويحلم الكثيرون من الشباب للزواج بها لأخلاقها الفاضلة وتمييزها عن الأخريات ولخوفها الشديد في هذه الليلة لم تنم فرأت الشاب أكثر من مرة يقرأ كتابا ثم يذهب إلى شمعة مشتعلة ويطفئها بإصبعه ويعود حتى احترقت أصابعه الخمسة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد فظنت الفتاة أن هذا الشاب من الجن وفي الصباح ذهب الشاب بها إلى الحافلة فلما عادت إلى البيت حكت لأبيها كل القصة ومن فضول الأب قرر الذهاب إلى مكان الشاب ليعرف لماذا كان يفعل ذلك بأصابعه فذهب إليه ورأى أصابعه الخمسة ملفوفة بقطع من القماش فسأله الأب ماذا حدث لأصابعك فقال الشاب بالأمس حضرت فتاة تائهة إلي ونامت عندي وكان الشيطان كل مرة يأتيني فأقرأ القرآن لعل الشيطان يذهب عني لكنه لم يذهب فأحرق إصبعي لأتذكر عذاب جهنم ثم أعود للنوم فيأتيني الشيطان مرة أخرى وفعلت ذلك حتى احترقت أصابعي الخمسة فقال له الأب تعال معي إلى البيت فلما وصل إلى البيت أحضر ابنته وقال هل تعرف هذه الفتاة؟ قال الشاب نعم هذه التي نامت عندي بالأمس فقال الأب هي زوجة لك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه فخر الشاب ساجدا لله شكرا لأنه أبدله الحرام بالحلال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون شكرا للمشاهدة